رحبت جزائر بعودة العلاقة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إعادة فتح سفرتين البلدين في الأسبوع المقبلة وفق ما فاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية وعبرت جزائر وفق ذات البيان عن ارتياحها للجوائية الإيجابية التي ميزت المباحثات التي جرت بين البلدين الشقيقين برعاية جمهورية الصين الشعبية السديقة وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية إن هذا الاتفاق الهام سيمكن البلدين والشعبين الشقيقين من تمتين علاقات التعاون والتضمن في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وحل الخلافات عبر الحوار مما سيسهم في تعزيزها السلم والأمن في المنطقة وفي العالم